اشتركوا في القناة لان هلاقي تعليقات تحت الفيديو ده طيب بالنسبة لخلع الدرس طيب بالنسبة للأسنان مش عارف ايه طيب بالنسبة ارجع للفيديوهات السابقة لان التعليقات اللي ليها فيديوهات على القناة ما بردش عليها لان الاسف الشديد وده حاجة يعني انا خلاص اكتشفتها من فترة لكن ما كنتش حابب اقولها بلاء كتير من الناس الكل داخل لمصلحته فقط فقط احيانا من التعليقات يا جماعة بحس ان اللي كتب التعليق ما سمعش الفيديو ما سمعش الفيديو اقرب دليل على الكلام ده من يومين وضعت فيديو وتكلمت في البداية في البداية بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قلت يا جماعة قناة لطفلة بنت اختي لو سمحته تفعله فيها وكان الفيديو عن موضوع معين لقيت تحت انت ليه ما بتردش انت ليه مش عارف ايه انت ليه انت ما سمحتش الفيديو يعني مش معنا الكلام ان انا بقولك روح اعمل تفعل واوا الاخره لا مش ده الموضوع انت ما سمحتش عن خالص انت داخل الحلم وتحت يعني رد بسرعة رد بسرعة يوانا شغل عندك ايه الاساليب دي ليه الاساليب دي الواحد بيتعب وبيشتغل وبيكتهد عن نفسه وبيشتغل واوا الاخره عشان يوصل معلومة للناس وفيه ناس بتخش بتفور ضم الواحد للأسف الشديد فالنهاردة الكلام عن سقوط الاسنان الامامية اي رؤية تانية خاصة عن الاسنان هتلاقي عندك خمس ست فيديوهات على القناة للأسنان روح اسمعه اول رؤية معانا سقوط الاسنان في الفم او اليد هذه الرؤية اه للأسف الشديد لها معنى سيء وبعض العلماء قالوا ان لها معنى جيد ايه المعنى السيء انها سوف تسمع اخبار سيئة البنت او المرأة لو شافت الرؤية دي وكذلك الرجل او شاب الاعزم هيسمع اخبار سيئة ان الاسنان تقع في الفم او في اليد ده الرأي الاول الرأي التاني لعالم اخر من الفسرين وطبعا من المعتمدين قال لا رؤية الاسنان انها تقع في الفم او تقع في اليد دي محمودة انما اللي مزمومة عندي سقوط الاسنان على الارض دي اللي مزمومة يبقى ان دلوقتي عندي حاجتين او معنيين لرؤية واحدة رؤية سقوط الاسنان في الفم او على في اليد الرأي الاول قال مزمومة رؤية غير محمودة الرأي التاني قال لا ده محمودة لكن اللي مزموم سقوط الاسنان على الارض مش في الفم او مش في اليد رؤية سقوط الاسنان بالنسبة لبنت العزباء تدل على فقدان الاسنان طبعا الامامية يعني حتى لو مزكرتش الامامية احنا فاهمين انا بتكلم عن الاسنان الامامية فقط فهذه الرؤية بالنسبة لبنت العزباء تدل على فقدان شيء ولكن هذا الشيء لن تندم عليه يعني حاجة مش مش هتزعل عليها يعني رؤية سقوط الاسنان بالنسبة للمرأة المتزوجة الامامية تدل على قطع النسل واحيانا تدل على مشاكل زوجية في البيت نفس الرؤية للمرأة الحامل تدل على التوتر والقلق سقوط الاسنان الامامية احيانا تدل على مشاكل في محيط العمل او حتى مع الاصدقاء تركيب الاسنان في المنام والاسنان الامامية برضو ما زلت بتكلم عشان يسمع الكلام او يسمع تسقوط تركيب الاسنان لها معنى تاني لا الاسنان الامامية قيل خلافات مع بعض الاقارب لان الاسنان طبعا الكلام ده للي امتبعني وفاهم الكلام ان طعم الاسنان ده علتك في اسنان تدل على الرجال وفي اسنان تدل على النساء من الاقارب وفي اسنان تدل على الاب والام فطأم الاسنان ده بيدل على عيلتك فتركيب الاسنان تدل على بعض الخلافات مع اقارب الزوج وقيل تدل على موت احد الاقارب رؤية المرأة الحامل لسقوط سنة واحدة من الاسنان الامامية تدل على ان الحامل المرأة الحامل ان حملها سيكون بذكر ان شاء الله رؤية سقوط جميع الاسنان وركزوا معايا لان فيه معنى بسيط حيختلف هذه الرؤية رؤية سقوط جميع الاسنان لكن شفتها سواء في الفم او في اليد كلها سقطت تدل على طول العمر لكن سقوط الاسنان جميعا مع اختفاءها يعني لقيت نفسي في المنام سناني كلها وقت وبدور علىها مش لقيها هذه الرؤية تدل على الفأل السيد والحظ السيء ومع شديد الاسف تدلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته